ملحبا برج السرطان اهلا فيكم في قراءتكم العاطفية بشهر يونيو هذي القراءة راح تصلحك الطالع الشمسي وايضا القمري نبتدي اول شي ببرج السرطان ما الذي ينتظرك في الاسابيع القادمة مع الشريك طاقة الشريك او الحبيب الطاقة العامة للشريك وعندنا الكارتات اللي يتفرعون برج السرطان او الكارت عندك او الطاقة العامة الخماسيين كأنما هني قاعدة اشوفك على وشك الخروج من وضع والدخول في وضع جديد ولكن الجميل في هاي الكارت حق طاقتك هالشهر ان خروجك راح يكون انسيابي مو خروج مفاجئ مو خروج بطريقة ان تتخلى عن كل شي قديم لا بالعكس كأنما انت تدخل في شخصية جديدة لك قاعدة تتعامل مع الامور بطريقة مختلفة ولكن انت كمان كانسان قاعدة تتغير قاعدة تتطور قاعدة تنمو والتغيير صاير انسيابي لان شوف هذا الشخص يوازن نفسه على الخماسي القديم فاثناء ما هو متوجه الى الخماسي الجديد طاقة جدا جميلة مع الشريك خلنشوف كيف الشريك راح يقابل طاقتك اربعة الاكواب اوكي لان الشريك هني كأنما متعود انه دائما انت اللي تبادر انت اللي تعرض عليه شوف اربعة اكواب معناته صار في نمط عنده انه دائما انت اللي تعرض عليه او تاخذ خطوة تجاهها صح؟ ولكن الخطوة اللي انت راح تاخذها في طاقة مختلفة مطاقة الماء اللي متعود عليها الشريك طاقة برج السرطان الحنون الشاعري الهادئ اللي يسامح اللي قلبه كبير وما يهم من اللي ياخذ اول خطوة صح؟ فانت هني كأنما الشريك يفكر انه انت متعمد الابتعاد عنه او عدم او عدم المبادرة لانه متعود انه دائما هون يجلس في مكانه وانت اللي تبادرة ولكن انت لا اللي اشوفه هني انه مو قاعد حق في بالك انه تتعمد تأذيه او حط الضايقة وانما ابتديت تستطعم حلاوة النمو الشخصي انه انا من اكون كبرج السرطان بدون هذا الشخص في حياتي مو معناته اني اريد ان ابتعد عنه او لا افكر فيه او ما احبه ابدا ولكن ما الذي يعني ان انا اوازن نفسي اعرف امسك العصى من النصف ولكن بطاقة التراب الخماسيات من دون ان اكثر العطاء كثرة العطاء نعود الناس مثل ما اقولك انت تعود الناس او تعلمهم كيف يعملونك وهذا اللي صاير يا برج السرطان كأنما هني هو متفاجئ شريكك وما يعرف شلون رح يتعامل معك رح يتفاجئ بتغييراتك الايجابية والنمو الشخصي على الصعيد الشخصي قاعد اتشوف هنا نموك بعيد عنه او ما يخصه بشكل مباشر خلي نشوف عندي كرت العاشقين العاشقين هو كرت برج الجوزاء ممكن انك تتعامل مع برج هوائي او حتى التراب هنا عندنا طاقة التراب ولكن دائما هذه طاقة توأم الروح او الشخص الثاني ممكن ايضا هذا يكون بالنسبة لك انت في هاي الطاقة ما بين الشيئين الجمع بين شيئين انت في مرحلة انتقالية مثل ما قتلك تعرف مرحلة النحت لما يكون عندنا قالب كبير ما في شكل ما في تعبير لانه مجرد قالب انت قاعد تنحت نفسك بنفسك خلال هاي الفترة قاعد تدخل في الشخص الجديد الشخصية الجديدة قاعد ترجع الى نفسك ولكن مو اي نفس النفس القوية شخصيتك القوية قاعد ترجع لها قاعد توجد نفسك خطواتك في طريق غير طريق الحب حتى لو كنت متزوج حتى لو كنت مرتبط يمكن صار لك فترة طويلة ان دائما مثلا تسوي الانشطة او تدير البيت تدير العلاقة مع الزوجة ومع الشريك بطريقة اننا احنا دائما شركاء احنا دائما نسوي كل شيء مع بعض وانا دائما ارجع ارجع لشريكي في كل شيء قبل ما اخذ قرار اهني اشوفك لو ابتديت داخل طاقة الاعتماد على النفس انا من بدون شريكي لان اذا ما اعرف انا من بعيد عن هذا الشخص هاي اللي انت تقولي يا برج السرطان اذا انا ما اعرف انا من بعيد عن هذا الشخص معناته ما اقدر اعطي اللي يتوقع مني معناته رح يظل مخضول هذا الانسان صح اوكي الشمس كرت برج الاسد رح تكبر شوف الشمس دائما توضح الامور عندنا او معناته فيه طريق بينك وبين هذا الشخص اللي انت حطه في بالك ولكن مو الطريق الاعتيادة بما معناه مو قلت لك انت هني في السابق انك دائما تبادر ولكن اللي اشوفه هني لماذا هذا الشخص متأفئف ما قاعد ينظر لأي من المبادرات او او حتى يلقي نظرة او يعترف بجهودك لان تعود على هاي الشيء فسلوكك هني لطريق مختلف قاعد يوضح لهذا الشريك او لهذا الشخص بشكل عام مكانتك في حياته ابتدى يشوفك انت نفسك في ضوء جديد شفت لما يكون عندنا لوحة جميلة او منحوتة معينة حقونها في المعرض تحت افضل اضاءة انت هاي اللي مقبل عليه في المرحلة القادمة في نظر الشخص الثاني رح تصبح اللوحة المميزة او الشخص المميز رح تصل في نظرة الى درجة من الكمال وينبهر حتى تكبر بعينه ولو انه كان متوقع انه دائما انت اللي رح تبادر ولكن هذا الشي تأكد اعتزازك بنفسك في الفترة القادمة رح يخليك تكبر بعينه الكرت اللي بعدها ملكة السيوف الملكة اللي تعرف تحط حد طاقة السيوف تقريبا هي عكس طاقة الماء طاقة الماء هي طاقة الانسيابية اللي ما تحب المواجهة ولكن هني انت قاعد تاخد طاقة وضع الحدود ارسم حدود صح؟ مو قلت لك انت هني تنحت هذا مستوى ثاني للقوة اللي انت ان شاء الله خلال اسبوعين القادمين رح تصل فيها في هاي العلاقة مع هذا الشخص هذا الشخص مو محتاج حب عطيته الكثير من الحب انت هني محتاج طاقة توضيح شمس وسيوف احط لك حدود وافهمك ونقعد مع بعض هذا هي طاقتك نعم كرت الشراكة عند الشريك الغصنين رح يختار انه يدخل في العلاقة مثلا لو اهو اللي كان عندها هذه الطاقة رجل داخل العلاقة ورجل خارج العلاقة اوقات يكون بارد اوقات حار اوقات يقترب اوقات يبتعد لكن وجود طاقة ملكة السيوف عندك رح تخليه يلتزم يثبت تثبت مثل ما هاي الغصنين منغرسين في الارض رح يثبت لان الحقيقة اللي يحسها دائما هذا الشخص كان دائما يبحث عن خلي نقول شرارة فيك شرارة المواجهة شرارة الشجاعة شرارة التوضيح انت اثبت له بما انك هني اثبت له وما شف هذا المشوار فهذا رح يشوفك فضوء جديد ورح يكون جدا متحمس او منه ومن نفسه حتى يلتزم معاك ما ينتظر منك انت اللي تبادر اخوة اللي يلتزم من نفسها هذا هو اللي انت ان شاء الله مقبل عليه مع الشريك خمسة الاكواب وداعا للمرحلة المؤلمة وداعا للمرحلة اللي انا دائما اطرق فيها الباب على هذا الشخص وما يجيب لا عجلة الحب تغير الوقت تغير الوقت اللي كان قوي اصبح ضعيف واللي كان ضعيف اصبح قوي تغيرت المعادلة بينك وبين هذا الشخص او على وشك انت تغير في الفترة القادمة اللي كانت له اليد العليا اصبح الحين هنا مستغرب لماذا برج السرطان ما يبادر او ما يلحق وراي او ما يسأل عني انه متعود انه دائما مثلا انت اللي تكون متواجد لانه اشوف برج السرطان مو من الابراج اللي يهتم في موضوع مثل الكرامة والكبرياء لا من الابراج المتواضعة فهذا شخص فهمك غلط ولكن في الفترة القادمة رح يفهمك وجدا صح بما انه عندنا كرت الشمس وهو كرت الوضوح الحقيقة رح يتضح له الجانب القوي منك الجانب الصارم منك رح يعجب في هذا الجانب ترى لا تخاف انه مثلا يهرب او اي شي لا بالعكس رح يقف منتصبا مكانه ثابت منغرس ويقولك خلاص الحين لازم ناخذ فعنا خطوات جادة لانه تغير الوقت لانه عرف انه ابتدى يخسر سيضرته على الوضع اسلوب القديم ما عاد ينفع معك ويأتي بنتيجة لانك خلاص تخطيت انت هنا اشوفك في خمس الاكواب تخطيت المرحلة المؤلمة او المرحلة اللي تنتظر فيها شخص ان يقبل عرضك برج السرطان تشوفه في فترة قادمة توقف عن ارسال العروض تجاه الشريك حبا في نفسه التفاتا لنفسه خلا نشوف الى ماذا سيتطور الوضع خلال اسابيع القادمة بينكم هذا كارت برج السرطان يعني اوقات بعض التغيرات اللي نقوم بيها ممكن اثرها هيكون سلبي مع الشريك ولكن التغيرات اللي انت مقبل عليه يا برج السرطان جدا جميلة رح تكون طريقك المختصر الى قلب وعقل هذا الشخص واحترامه حتى نشوف كارتك انت تسعة الاخصان عدم الاستسلام الثبوت والصمود تقريبا مثل ملكة السيوف ثابت وصامد مصر على موقفك مصر على انا واقفة هني انت تقول انا واقفة هني ما راح قلتلك ما راح اقدم عروض اكثر وما راح ارسل اي خطوات ما راح اقوم باي خطوات حتى اتجاهك خلاص انتهيت من المبادرات انا واقفة هني اذا شعرت بالرغبة انت تفضل عندي هني واقف ورجل السرطان واقف وثابت خلنا نشوف الشريك ثلاثة السيوف الشريك جدا راح يكون راح يكون جدا مصطوم من طريقة تصرفك طرع عندك ويط طاقة هوائية هني محتمل انك تتعامل مع شخص هوائي وانعكست الطاقة ليش عندنا هني عجلة الحظ انعكس اللي كان فوق صار تحت واللي تحت صار فوق اللي كان يتعامل باسلوب دائما مائي ولا طيف اصبح الآن الشخص القوي في العلاقة واللي كان دائما متعود انه يحصل على كل شيء بالراحة اصبح مخذول ومصطوم ان شلون برج السرطان من وين اتت لهاي القوة والثقة يتصرف بهاي الطريقة ولكن قاعد اشوف في النهاية شوف ثلاثة السيوف هو ألم او صدمة نعم ولكن الصدمة دائما يأتي بدالها بعدها شفاء شفاء لتوازن هذه العلاقة لطريقة تعاملك حتى على المدى الطويل انت ما تبي تغييرات مؤقتة انت تبي تغييرات تدوم مع هذا الشخص فحان الوقت يا برج السرطان ان نضع الامور في نصابها الصحيح مع هذا الشريك اللي بالعكس رح يستقبل تغييراتك بكل احترام وتقدير وعندنا هنا رغبة في ان ينظم اليك عزيزي برج السرطان هذه كانت قراءتك لشهر يونيو